ولا الضالي في عنتاب الحلبية كما باتت تعرف يعتصم السوريون وغالبهم أبناء مدينة تحترق حلبيون لجأوا إلى عنتاب ومن عنتاب يتابعون كما العالم حريق حبيبتهم حلب ولأن حالهم كحال السوريين لا حول لهم ولا قوة لم يكن أمامهم سبيل للتضامن سوى اعتصام تم بعد تأخير نظمه مع باقي السوريين في المدينة نحن نعرف الوضع الأمني بتركيا والتفجير اللي صار أول مبارح فكان هذا منواجبنا كسوريين نحافظ على البلد الضيف اللي هي مستضيفنا ونأجل الاعتصام يعني ما في مشكلة يكون اليوم ولكن كان المفروض يكون الحشد أكبر من هيك مفروض اليوم فيه 300 إلى 400 ألف نسمة بعينتاب كنت متوقعة أشوف 10 ألاف مثل ما شفت بفييننا 3000 نسمة وين الناس؟ حلب تحترق هو العنوان الذي تصدر المراتب الأولى في الوسائل الإعلامية والاجتماعية ومن هذا المنطلق أقام سوريون مقيمون في مدينة غازي عنتاب التركية اعتصاما تضامنيا مع أهالي مدينة حلب محاولين إيصال صوتهم للمجتمع الدولي الذي يتجاهل مأساتهم على ما يقول السوريون هلأ الاعتصامات بتفيد الهاشتاغات بتفيد بتحرك شوي كثير دول وقفت معنا كثير أشخاص وقفوا معنا إن شاء الله تحرك أكتر صحيح السياسيين بعد ونستمردوا علينا بس إن شاء الله منتأمل يا رب حلب عم تنباد عم تحترق يعني فيه حالة قصف همجي أمام أعين كل المجتمع الدولي يعني ما فيه أي بادرة من المجتمع الدولي لوقف هذا العنف هذا القتل هذا الإجرام اللي عم يتمارس بحق المدنيين صحيح أن التغاضي الدولي عن كل ما يجري في سوريا من انتهاكات بات واضحا وجليا للمهتمين بالشأن السوري كما يعبرون لكن ذلك لم يمنع السوريين من الاستمرار بثورتهم حتى هذه اللحظة بين وعود لافروف بهدنة قريبة وندم أوباما عن تغاضيه عن الإجرام الحاصل في سوريا تعاني حلب ولليوم الثاني عشر على التوالي من قصف همجي من قبل قوات نظام الأسد وحلفائه الروس لقتل من تبقى في حلب تالي قدسي لأوريانت نيوز غازي عينتاب تركيا ترجمة نانسي قنقر